تعد صياغة شخصية الطالب والطالبة بشكل عام وسلوكياته بشكل خاص أحد أبرز عوامل إنجاح العملية التعليمية ولتعزيز هذه السلوكيات كان لمشروع قيمة في مدرسة الثاني هدف لتعزيز هذه السلوكيات الإيجابية في طلاب المدارس الابتدائية والثانوية عبر مجموعة من الأنشطة المختلفة من مبادرات تطوعية وأنشطة ثقافية ورفع مستوى الشعور بالمسؤولية لدى الطلب أحدث لنا نقلة نوعية في مدرستنا في ثانوية عمر بن الخطاب أولا من خلال تحسين البيئة المدرسية في الثانوية وكذلك أيضا غارس الكثير من القيم في الثانوية ولداء الطلاب داخل ثانوية عمر بن الخطاب قيمتي في مدرسة الذي تدعمه وتنفذه مؤسسات محلية يستهدف من ديريتي سيئون وتريم تستفيد منه خمس مدارس أساسية وثانوية تضم ما يزيد عن ثلاثة ألاف طالب يتوزعون في مجالات وفرق مختلفة كفريق الإعلام والتحسين والتطوير وفريق الصحة والبيئة والفنون وهذا المشروع قد أدى إلى أكسام مهبتي في الرسم والخط ونحن قمنا من خلال هذه المبادرة بتلوين الجدران المدرسة والرسم عليها مشروع قيمتي في مدرستي ساهم في تطوير مهاراتي الإعلامية في مجال الإعلام وأيضا ساهم في تطوير البيئة المدرسية حيث أنه تم تزيينها بالألوان وكثير من الأشياء وتاتي مخرجات هذا المشروع تعزيزا لمستوى التزام الطلبة بقيمة الأمانة والانضباط والنظافة والتطوع كما يعزز أيضا من إدراك المعلمين لأهمية قيمة المسئولية في المدرسة ورفع الوعي لأسر الطلاب لأهمية المتابع المستمرة لأبنائهم إضافة إلى تعزيز الشعور والفخر بالانتماء لهذا الوطن حداد مسعد قناة بلقيس حضر موت